السلام عليكم وصح عيدكم اليوم رانا في ثاني عيدة على الأطحى وإن شاء الله ينعاد هذه المناسبة إلى كل الأمة الإسلامية بالخير والهناء والألاقي سيرتو سيرتو السلم وإن شاء الله يهدمون ندعي لله سبحانه وتعالى أن يشفيق المرضى ونتعفى ومن المرضى من الكورو لا هذا اللي بيجاني جميع الإنسانية إن شاء الله واليوم حبيت نتكلم على موضوع مهم جدا راح موضوع الساعة اليوم حول يعني ما قالت إليه العلاقات مع الجارة المغرب الأقصى وكشوف يعني الخطوات اللي أخذتها ساذجة ويعني تنم عن الحقد الداغين المتفشي في الأوسط السياسية في هذه المملكة يعني على مستوى المخزن العياشة هذا يعني وين وصل بهم الحال أمور غير الساذجة الحاسية يعني في الحقيقة وهم يعني عندما طالبوا بالاستقلال منتع المنطقة يعني الحركة الحركة الانفصالية تاتي زيوزو وكأنهم يعني يتكلموا عن الحركات الانفصالية بصفة عامة لأنه الموضوع عندها الانفصال هذا ومطروح يعني في حركات هنا في المروق بالذات والحركة الانفصالية في المروق أكتر يعني عندها أكتر واقعية حيث أن المنطقة الريف الشمال تاتي المروق كانت جمهورية مستقلة يعني لمدة أربعة وخمس سنوات وإحنا عمرنا ولا تدخلنا في هذا الأمر ويعني المطالبة بالانفصال موجودها يعني في إسبانيا في حتى في فرنسا في كتير من الدول بعض الأقليات تطالب بالانفصال عن الدولة المركزية وهذه يعني ما فيش فايدة ما فيهاش فايدة ليش لأنها تؤدي إلى مآسي مآسي كبيرة جدا يعني الانفصال خاصة في المجتمع الإسلامية إحنا عندنا مجتمعات العائلات متداخلة وديننا واحد هو دين الإسلام ما عندناش اختلاف العاقيدة يعني ما عندناش اختلاف نمط المعيش المستمد من قيم منتع الإسلام إذن لا داعي لهذه الأمور وخاصة يعني إحنا الشعب الجزائري خاصة في الحال يعني الشعب الجزائري شعب واحد يعني حاربنا فرنسا كلنا مع بعض وخرجنا فرنسا كلنا مع بعض واخدينا الاستقلال كلنا مع بعض ما كانش غير ممكن من المستحيل من المستحيل حتى ولو أرادوا أن يفصلوا يعني غير ممكن لأن المجتمع انتعنا يعني هو في الأصل الأمازيغي 99% أمازيغي أغلبنا الأمازيغي يعني في الجزائر تعربوا بحكم يعني انتمائهم للدين الإسلامي فإذن بقيت بعض المناطق يعني متشبهتة باللغتها الأصلية وهذا ما يمنعش ما يمنعش أن يكون فيه تعايش عادي وسلمي وتكون محبة بين كل أعضاء المجتمع وهذه يعني مملكة قرص وقوب مملكة ماروكو الصغيرة هذه تطال يعني هي يعني من الساذاجة دنات يعني دنات الأمر يعني ما عنده حتى آفر على المجتمع الجزائري ما عنده حتى آفر قد يعني ينقالب السحر على الساحر لأن هذه المطالبة بالاستقلالية أنت على منطقة القبائل وكذا هذا المبدأ هذا سوف ينطابق تماما على منطقة الريف في شمال المغرب الأقصى فإذن بالله الشي رهيب يعني أكثر من هذا أكثر من هذا يمارسوا المغالطات مغالطات رهيبة يقارنوا احتلال السحراء الغربية بمطالبة بالانفصال حركة الماء اللي ما عندهش يعني جذور قوية في منطقة القبائل رغم كل ما قد يظهر يعني في الفيسبوك في القنوات التواصل الاجتماعي في الواقع في الواقع الحركة الانفصالية في منطقة القبائل ضعيفة جدا ما عندها حتى آخر إذن هم المغالطة المغالطة الكبيرة اللي رهيهم يقوموا بها المخزنية يعني يقارنوا احتلال احتلال بالدجار بمطالبة بانفصال ما عندها حتى مقارنة ما عندها حتى مقارنة حتى الناس استغربت هذه الخرجة الأخيرة تعال ممثل المغرب في الأقصى في الأمم المتحدة الناس استغربت الخرجة هذه ينخرج لهم الكسب يعني موضوع غير منطيقي الناس عمرها ما سمعت بالموضوع هذا كيفاش يعني بين ليلة ونهار يظهر الجزائر لازم تنقاسم وفيها دولة وفي داقة لدولة يعني شيء ساذج يعني تبهديل وتبهليل نحن نعود نقول القضية على الصحراء الغربية نحن الجزائر نأكد هذه ونأكد ها مرار وتكرار الجزائر نهار أيدة الشعب الصحراوي ما كان ولا جندي واحد في الصحراء الغربية ما كان ولا راية واحدة راية هذه اللي فيها نجمة الشيطان ما كان راية واحدة حمراء هذه اللي فيها نجمة الشيطان بالأخفر وجودها في الصحراء الغربية نهار للشعب الجزائري ساند الشعب الصحراوي ما كان شكينا ولو جندي واحد فوق الأراضي الصحراوية إذن المساندة تعني للشعب الصحراوي آصيلة وقادمة ومبنية على مبادئ المبادئ شرعية ومبادئ دينية ومبادئ أخلاقية ولن ننحني ولن نحيد على هذا المبدأ أنت على مساعدة الشعوب المستضعافة والشعوب المظلومة في كل أنحاء العالم وخاصة خاصة الشعب الجار الشعب الصحراوي اللي راح شعب وأخونا في الدين وفي الجغرافية فإذن قضية الصحراة الغربية قضية عادلة ولمرك نهار طلب الاستقلال وتقدم بالملف الاستقلال للأمم المتحدة لم يكن هناك لا صحراة غربية ولا هم يحزانون وحتى نشوف احتوال ونرجع للتاريخ المصار نشوف المصار التاريخي تاع الصحراء الغربية والمصار التاريخي تاع المملكة مصارين مختلفين هذهك مستعمارة فرنسية وما زالت إلى يومين هذا محمية فرنسية والصحراء الغربية هي مستعمارة إسبانية ما عندها التعالقة إذن المرك استعملوا القوة واستعملوا يعني نية تاع بومدين في استغرالهم للأرض الصحراء الغربية وهذا لن يمر لن يمر ما رغم مرور زامن لن يمر إذن نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم